أكد الدولي الجزائري وبطل إفريقيا رفقة المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز على أن حادثة عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري لم تكن مقصودة كونه لم يكن يعرف أصلا أن الشخص الواقف أمامه هو وزير مصري كما أضاف محرز بأنه تقدم لمصافحة الجميع قبل أن يسمع اسمه في مكبر الصوت لحمل الكاس ما جعله يتجه مباشرة إلى مكان تسلم المجسم دون مواصلة مصافحة الجميع موسيقى